موسيقى صور وشعارات ينشرها حزب الله ترويجا لمرشحيه في بعلبك حيث لا يسمح في المقابل لمعارضيه الاعلان عن نشاطاتهم وبرامجهم الانتخابية الامر الذي يعكس قلق حزب الله من خسارة ربما تكون محققة نصل الى قلب المدينة التي تحتضن في احد بيوتها من لم تقوى عليه سنون العمر ولا قساوة الطقس ولا ترهيب حزب الله هو العارف بمعاناة اهله ويحاول من قوته مساعدة المحتاجين يصر على مقارعة الارهاب ورد التهمة الى اصحابها انت داعشي مثلك مثل البيئيين اللي اتحموا ان حسن مصر الله بانهم داعشيين كونهم ترشحوا ضدهم ضد حزب الله نحنا ما نحنا اساسا يعني حرمنا الجيش منهم احتحي انتصار على داعش بمعركة الجرود وبرسيل ولا نحنا حرمنا داعش من المعركة وصلناهم على الموصيل هو الحزب اللي قاب بها المهمة هاي يعني فمعرف ان الشي اللي فيه ونحاب نحطوه فينا لانا شو علاقتها ببداية عشان سيسا يعني بعلبك فعلا عم تعاني في المنطق اجمالا مش بعلبك واس احنا احنا نتساءل خمسة وشرين سنة شو اللي صار به المنطق امن مفقود ونحنا اسبوعيا في عنا مشاكل ورصاص وخزائه والاغريين وعبعلبك مدينة سياحية هاي ما حدا عم يجيح بعلبك لا غريب يسترجي حتى قبل بعلبك الاحدى بيروت بطل يطلع بعلبك وقالك ليش بدي اطلع عرض حالي مظاهر الفقر تترجم داخل المنازل انتقادات قاسية لحزب الله بسبب مسؤوليته عن ترد اوضاع الناس هنا ما يرى في ذلك عدد من المرشحين المعارضين ايذانا بتحرك شعبي واسع قد يتخطى مناسبة الانتخابات النيابية المقبلة بدون يتنبهوا لها الرسالة اللي عم تصير بالمنطقة ويشوفوا حالة الناس ويغيروا بسياساتهم تجاه علاقتهم باللبنان علاقتهم بالدولة او انه اذا بدوا يدلوا ماشين بهذه السياسات هاي المعارضة السلمية وهي الاحتجاجات بدأ حكما تكبر وحتكون بدايتها من منطقة تبع المكلة الهربة الانتخابات في هذه الدائرة تأخذ ايضا بعدا سياسيا يخشى حزب الله من تأثيره على باقي الدوائر في حال تعرضه للهزيمة قبل يعني ما نسمع السيد حسن اخيرا انه كانت المعاركة ثلاث نواب محتملين للخرق ثلاث مقاعد يخرقوا ليحة حزب الله من الليحة الضد هلأ بقول لا هلأ اربعة والخمس محتمل يعني البيئة الحاضنة لحزب الله عم ببين انها كانت حاضنة لحزب الله ولكن يبدو انه ما بعدها بهالموقع حسب اجواء مدينة الشمس يبدو ان منسوبة قلق حزب الله من نتائج انتخابات بعلبك الهرمل سيزداد كلما اقترب موعد هذا الاستحقاق ويليام عزام اليوم الحرة بعلبك لبنان